أبواب نافعة صيدة موسدة المبنى يعاني من الترهل بفعل مرور الزمن كان يقدم خدماته إلى منطقة واسعة لا تتوقف عند حدود مدينة صيدة ومنطقتها الجغرافية بل تمتد إلى منطقتين سور وإقليم الخروب لعدم وجود مصالح لتسجيل السيارات فيهما وضع ما عاد ينحمل صار لهم مساكرين 13 شهر وأكثر يمكن عد أداش في عيال مستفيدة من ورد سجيل السيارات أداش عايشي عد مواصفين أداش عايشي يبلغ عدد الموظفين حاليا نحو عشرين ينجزون أكثر من مئتي معاملة يوميا فيما لا تتجاوز رواتبهم ثلاثة ملايين ليرة لبنانية ما دفعهم إلى الإضراب منذ أكثر من أربعة أشهر يعني الدولي لا حول ولا وعن بسنوق أنه ممكن يخصخصه إذا خصخصه نحن وين نروح ألاف العيال اللي عايشي والمواصفين كله وين بتروح مع انتظار جلاء نتائج التحقيق المستمر بملف الفساد في هيئة إدارة السير والأليات والمركبات في بيروت بقي الاتمئنان يخيم على نافعة صيدة إذ لم تفح فيها ومنها روائح فساد أو تم توقيف متهمين أو متورطين حتى الآن إلا أن معاملات المواطنين تتكدس بالألاف عند كتاب العدل ومكاتب السيارات جراء الإضراب